لم يرحل مبارك ولم يسقط النظام بعد فربما يشكل وجود الرئيس المصري السابق في منتجع شرم الشيخ هاجسا لدى كثير من المصريين ربما كان آخرهم الكاتب محمد حسنين هيكل هاجس يضاف إلى هاجس وجود حكومة تسيير العمال التي أدت اليمين الدستورية أمام مبارك رغم تغيير بعض الوجوه أخيرا مطالب تنحي الرئيس المصري وأيقالة حكومة أحمد شفيق ومحاربة الفساد كانت الأبرز بحسب القائمين على ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي صحيح تمت إحالة عدد من المسؤولين والوزراء السابقين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد لكن يعتقد على نطاق واسع أن آخرين ممن يرتبطون بالولاء للرئيس السابق ما زالوا في أماكنهم لعل أبرزهم المحافظون ورؤساء الأجهزة الأمنية أما الحزب الوطني الذي كان حاكما فلم يصدر قرار بحله كما يطالب المحتجون بل إن مسؤوليه يقولون إنهم يعيدون ترتيب الصفوف من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة ومن ضمن المطالب التي لم تحقق إلغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتكوين مجلس رئاسي يضم مدنيين ينفرد المجلس العسكري حتى تاريخه بسلطة الحكم وتحرص قيادة الجيش في جميع بياناتها وتصريحاتها على طمأنة المصريين وتوجيه رسائل تتضمن الثقة الكاملة فيما تقوم به القوات المسلحة وتؤكد أن المجلس العسكرية يحمي مكتسبات الثورة على سعيد النجاحات أبرزها سقوط حكم رئيس مبارك وبعض من رموزه المعروفة من أمثال أحمد عز وجمال مبارك وصفوة الشريف وحبيب العادلي وأحمد نظيف فقط عن لن يحكم مبارك مصر مجددا والأقرب لتحقيق تعديل الدستور بما يضمن بحسب القائمين عليه اتخاب رئيس للبلاد بشكل ديمقراطي وبرلمان فاعل في أداء دوره التشريعي